أصدقائي وأحبائي وعشاق نادي ميلان تحياتي لكم تمت إقالة جيان باولو مدرب نادي ميلان تم تعيين بيولي خليفة له وبهيك انتهت المرحلة الغير مستقرة يلي بلشت من بداية الموسم الماضي وحتى اللحظة كان فيها الفريق عانى كتير من التقلبات خسر ثلاث مباريات متتالية واحدة منهم قدام الإنتر والتانية قدام تورينو والتالتة قدام فيورنتينا واللي كانت عبارة عن استسلام مطلق بالأخير مبفوز جنوى ما شف على جيان باولو وقررت الإدارة أنه التغيير ضروري فليش هيك صار بميلان وشو بده يصير هلأ وشو رح يصير مستقبلا ليش كلها التخبط بميلان بدنا نرجع شوي للتاريخ كلنا بنعرف أنه برلسكون يشترى النادي بالثمانينات حولوا لواحد من أقوى عن دية العالم علامته التجارية صارت من أقوى العلامات التجارية وأكثرها رقيا وطلبا من الرعاة ضل الفريق عم بيحقق نجاحات لحتى سنة 2011 اللي حقق فيه آخر دوري مع أليغري مر عليه كتير لاعبين عظام كتير مدربين كبار منهم ساكي يلي ألهم كتير من المدربين بوقتنا الحالي منهم كابيلو منهم أنشلوتي هدولي كلهم مروا على الفريق وطبعا فيه كتير لاعبين عنا مالديني عنا شيفشينكو عنا سيدورف أو عنا فانباسين أسماء أكثر من أن تعد وتحصى بال2011 كان فيه نقطة تحول برلسكوني وشركته القابضة خسروا دعوة بمقدار 560 مليون يورو قريبا 600 مليون يورو كانت بتعادل تقريبا 800 مليون دولار وهذا الشي خلى فيه نقص بالسيولة عند الشركة القابضة الأم وخلى هذا الشي ميلا أيضا يعاني من نقص السيولة ومن وقتها بلشت التخبطات من وقتها بلش الفريق اللي يتحرك بميزانية محدودة لا عاد قدر يبني فريق لا عاد قدر يجيب مدربين لا عاد قدر يجيب لاعبين نجومه كلهم وصلوا لمرحلة الاعتزال التخبط بلش من بعد هاي الفضيحة اللي أثرت كتير على ميلان شراء المستر لي للنادي كان صفحة جديدة بصفحات التخبط إجا دفع لبرلسكوني 760 مليون يورو جاب فاسوني وميرابلي دفعوا كمان 200 مليون يورو بسوء الانتقالات على العيبة ما أظهرت قيمتها بميلا بشكل حقيقي فبعدين مستر لي ما قدر يدفع لصندوق إليوت للاستثماري اللي مدينه أكبر جزء من المبلغ نتيجة أسباب معينة إجا صندوق إليوت رجع استولى على النادي من المستر لي يعني ملاحظين قديش فيه ارتباك ملاحظين قديش فيه تخبط يعني الوضع كان عبارة عن كارثة مطلقة واستمر تغيير المدربين واستمر جلب اللاعبين واستمرت النتائج السيئة وقيل مونتيلة إجا كاتوزو وما كتير الأمور تحسني هلأ صندوق إليوت للاستثمار حاول يتصرف شوي بزكاء راح جاب أساطير النادي مثل بوبان ومثل مالديني هو بلش أول شي بمالديني وليوناردو بعدين أقال ليوناردو إجاب بوبان وجاب له الناس من بره ممكن يدعموهم عندهم خبرة أكتر مثل قزيدس جابه رئيس الكشافين تبع ناديلي اللي يجيب المواهب حاولوا يتبعوا استراتيجية أنه جلب نجوم صاعدة وتطويرة ثم أما الاستفادة مننا أو بيعاوه هي فعليا نفس السياسة اللي كانوا حاولوا يعملوها فالسوني وميرابلي بس ما كتير ظبطيت معهم حاولوا أنه شوي يكسبوا الجمهور حواليهم بإدماج الأساطير في عمل الفريق بعدين سلموا مالديني إدارة الفريق التقني هو راح جاب جيان باولو بغية صناعة الميلان زازوا الكرة الجميلة والجزابة على اعتبار أن جيان باولو كان يلقب بإيطاليا بماستر كرة القدم نتيجة كرة القدم الجميلة اللي قدمها مع كل الفرق اللي يدربها واللي عبرزها طبعا سامدوريا ويمبولي بس للأساف هالشي ما زبط ليش؟ بشكل أساسي لأنه جيان باولو ما أدري يوصل أفكاره لللاعبين أفكار جيان باولو معقدة وحكيناها أكتر من مرة وهو فعليا ما نجح أنه يوصلها لللاعبين ما لاحظنا أنه الفريق تحت قيادته عم بيأدي أداء مختلف عن السنوات الماضية أداء أحسن من السنوات الماضية كان بكل مرة يقولوا العالم يا ريت زي ضل قتوزو كان عم نشوف فريق بشخصية أعلى من هي خياراته غريبة كانت بالمباريات ادخالوا لللاعبين تصرفوا بالعناصر الموجودة يلي عنده كان عليه علامات استفهامة كتيرة هذا الشي اللي يخلى الإدارة تفقد السقة فيه وتحديدا لعبة جنوة يلي كان مفروض يبلش فيها بباكيتا ويبلش فيها بلياو من أول شي بس هو فضل يتركهم للشوت الثاني تأخر بالنتيجة اضطر ينزلهم وفقلبوا لهم النتيجة هذا الشي خلى مثل ما أن الإدارة تفقد السقة بقراره الفني وتفقد السقة بقدرته على قراءة الأمور بشكل صحيح هلأ نحن كمان ما بدنا نجور على جيان باولو جيان باولو ما قدر يجمع اللعب كلهاتهم مع بعضهم سوية بفترة الإعداد كان الفريق دائما فيه غيابات فيه تأخر بالتعاقدات إلى آخره النقطة الثانية هو ما كان مدعوم من الإدارة مثل ما كان يوما ما ساكي مدعوم من برلسكوني هذه معلومة حلوة عطاناها الزميل حسين ممدوع وقته برلسكوني يعني كمان انتدى بساكي وساكي تعرض للانتقادات بشكل كبير لأنه الميلان تراجعت نتاجه العيبة بلشت تفقد ثقة بمدرية وبلشوا يتمردوا أعم حمل حاله برلسكوني ونزل وقال لهم ساكي باقي أنتوا ما بعرف من وقتها الكل ارتدع وصاروا يلعبوا مثل عالم الخلق والفريق ربح الدوري دور الأبطاء هذا اللي صار هذا الموقف ما شفنا من إدارة نادي ميلان تجاه جيان باولو ليش؟ لأنه المتصرفين الأساسيين اللي هني مالديني وبوبان هني مو ملاك النادي هني موظفين عند ملاك النادي لو كان رئيس جهاز إليوت للإستثمار نزلوا قال لهم هيك يمكن كنا شفنا الأمور تغيرت بالمختصر ما كان في موقف قوي داعم من الإدارة للمدرب شافوا بلش يخسر مباريات دغري بلشت التصريحات تطلع أنه بدنا نتحرك بدنا نعمل هذا الشي مقبول هذا الشي مقبول وعاصفة الضغوط اللي مر فيها هلأ كمان فينا ننسب شوي الموضوع لقلة خبرة مالديني وبوبان بعالم إدارة الاندية بكرة القدم هلأ صحيح أنه معهم هني ناس خبراء بس كمان في مرات تعمل رهانات بعالم كرة القدم وما كتير بتزبط معك ففي عنا قلة الخبرة وفي عنا قلة التوفيق وسوء الخيارات هلأ مثلا هاي كان قلياني ما عنده إياها ويمكن هون كان قلياني محق أنه ما يدخل أساطير النادي بالإدارة لأنه مانون إداريين ناشرين هلأ نحن ما بنا نحكم بسرعة لآخر الموسم بجوز نغير حكمنا بس أكيد أنه قلة الخبرة بالإدارة لعبة الدور بالوضع اللي هو حاليا طيب هلأ جانباولو برا بيولي هو المدرب لنادي ميلان الجمهور استقبله بأسوأ استقبال ممكن عمل له هاشتاك اسمه بيولي آوت طلع الأول على إيطاليا وطلع الرابع على العالم الجمهور رافضه بكل جوارحه معتبره خطوة إلى الخلف كانوا موعودين بسباليتي يجي يدرب ميلان بدال جانباولو بس ما زبط التعاقد ليش لأنه كان بديه عشرة مليون يورو نهاية خدمة من الإنتر أما روتا بكل بساطة قال أنا إذا بدي أعطيهم مدرب كبير من عندي لا ما راح أتفعله كل المبلغ راح أعطي نص المبلغ فعالقليلة إذا بدي أعطيهم مدرب ما أتكلف كتير إذا بدي تكلف كتير وعطيهم مدرب لا ما راح تزبط فيا مدرب ونص السعر يا يا بتظل أنت يا سباليتي معنا وبتأخذ كامل السعر فما تم الاتفاق وما أجه سباليتي وتم الاعتماد على بيولي ليش بيولي؟ باختصار بيولي مدرب مخضرم بالدوري الإيطالي عنده سمعة بأنه بيردر يرجع ينجح الفرق المتعسرة وهذا الشيء اللي بدي إياه الإدارة حاليا إنقاذ ما يمكن إنقاذه وارجع الفريق لينافس على المراكز المؤهلة بالأبطاط هلأ نجح يعمل هالشيء كان به وبيتم مناقشة تمديد عقده لسنة هلأ هو عقده سنتين بس يتم مناقشة استمراريته للسنة الثانية ما تم هذا الشيء بتم إقالته هو أساسا كلفته مانا عالية هو راح ياخد مليون أول سنة ومليون ونص ثاني سنة في حال تم تمديد العقد فهو كلفته مانا كبيرة عنده خبرة بالدوري الإيطالي وعنده خبرة بإنقاذ الفرق المتعسرة طيب شو مشكلته؟ مشكلته باختصار أنه هو ما عنده استمرارية بلش منيح بعدين بيرجع لورا وهذا الشيء بيعرفه جمهور ميلان وبيعرف تاريخه لهذا المدرب وما بده يا مل الجمهور من فريق عم بيطلع وينزل ويرجع بده حدا يأمن انتفاضة للفريق مثل ما عمل كونتي مع الإنتر بده المدرب بهذا المستوى وبده فريق يرجع بهي القوة مبدئيا الإدارة ما أنا قدراني تجيب هيك حدا يعمل هذا الشيء بهي الفترة لا ماليا ولا يمكن شايفينه أنه هو مناسب فنيا بظل العناصر الموجودة فلذلك ارتقوا أنه يكون بيولي هو رجل هاي المرحلة طيب بيولي شو بيقدر يقدم؟ هو مدرب بيعتمد على خططين على الأرجح 4-3-3 و4-2-3-1 هلأ 4-2-3-1 قابل للتطبيق لعب في الميلان سابقا بمرحلة متعددة بس هو رح يأمن استمرارية لخطة 4-3-3 يلي لعب في الميلان مع مونتلا مع قاتوزو وبكتير أحيان مع الجيام باولو هلأ هو بهذا الحديث رح يأمن الاستقرار والتوازن للفريق ويقدر يمكن يطلع أحسن مما عنده هلأ رح تشوفوا على الشاشة التشكيلات اللي ممكن يلعب فيها بيولي بخططين 4-3-3 و4-2-3-1 خلال حديثي أنا معكم على الشاشة بس الشي اللي بدي أكد عليه أنه هو بيلعب بأربع لاعبين بالخط الخلفي ما بيعتمد على صعود كامل للأظهرة يلي ممكن يخلق مساحات كبيرة بالخلف بيعتمد على شي بيسموه الثلاثة ونص يعني الظهير بيضل بيمارس المهام الدفاعية وظهير تاني بيساهم بالعمليات الهجومية وهذا الظهير غالبا هو في حين رح يكون كلادارة على الطرف الآخر فهلأ هيك صار عنا فكرة واضحة عن الأسلوب التكتيكي لستيفانو بيولي طيب شو المحصلة من هذا الحديث كله المحصلة أنه معد فيه خيارات يا بيض يا سويد يا بينجح بيولي يرجع الفريق للمراكز المؤهلة للأبطال يا أما كل الطاقم رح يتم إقالته يعني مالديني ما سارة بوبان ما رح نشوفهم بقى ومعنوا بيولي طبعا ويمكن يوصل الأمر لقازيدس وغيرهم وغيراتهم فالآن الجميع على المحك إما أن ينجح هذا الفريق بالوصول إلى المراكز المؤهلة للأبطال أو أننا رح نشوف مجزرة إقالات وإعادة تشكيل إدارة النادي من أول وجديد وهذا الشي اللي ما بدنا يعانيحنا كجمهور ميلان الشي اللي منتمنى أنه ينجح بيولي مع أنه ما في عليه الرضا حتى أنا ما كتير شايفه أنه هو رجل مرحلة ما عليه الرضا من الجمهور بس هو صار أمر واقع والشي اللي نتأمله أنه يقدر ينجح بإعادة شخصية وهيبة الفريق ليقدر يحقق أحسن نتائج ممكنة لتحقيق الحلم وهو الوصول مجددا للأبطال بعد فترة كتير 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 طويلة من الابتعاد عنه هذا كل شي عننا اليوم شكرا لكم وللقاء